موسيقى طبعا في ايه بالكتاب المقدس التي تقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة والبعض بيستشهد في رسالة يعقوب على أساس أنه بالعمل أو بعمله أريك إيماني فما ردك على هذا السؤال الآية الأولانية تمموا خلاصكم بشبهها استثمروا خلاصكم واحد قداني بروبرتي كبيرة قداني قطعة أرض كبيرة أنا ممكن أسيبها من غير مزرحها خسارة الرسول بوليس بيقول أنت خدتوا فشغلوا اللي خدتوا أنتوا خدتوا قطعة أرض اللي ما بتزرحاش ليه وتطلع فواكه وتطلع خير وتزود غناك استثمر خلاصك بخوف ورعدة بمنتهى التواضع مفروض المؤمن يميزوا كده أما الرسول يعقوب عندما أصر على الأعمال ده كان بيكلم على أشخاص عندهم إيمان من نوع إيمان الشاطين أنت تؤمن أن الله واحد حسن أنت أفعل الإيمان إذا لم يقترن بأعمال فهو ميت وعشان كده أنا قلت نحن لم نخلص بالأعمال لكن خلصنا لأعمال الرسول يعقوب بيقول أن إذا كان عندك إيمان لكن لم تبرهن على حقيقة ذلك يعني هبأ أني قلت أن ربنا تاب علي وإن أنا تغيرت وإن بقيت بيك شخص كويس قوي وبعد الثاني يوم لقيتني داخل في مكان مش كويس بيت من بيوت الضعارة أو غيره تقول علي إيه؟ تقول علي ده مرائي كداب إذا إذا كنت فعلا بتقول أن عندك إيمان برهن على إيمانك وقاب لنا مثلين المثل الأول إبراهيم لما آمن بإله القيامة وبعد ربنا قال له طب أدم ابنك فبكر صباحا وراح قال للغلامين اجلس أنتم ها هنا مع الحمار أنا والولد سنروح هناك نسجد ونرجع إليكما سيقدم المسيح ومع ذلك سيقدم ابنه على المذبح لكن مع ذلك كان عارف أن الله سيقيمه من الأموات يعني إذا يؤمن بإله القيامة وفي ذات الوقت برهنة على ذلك مش عقيدة لكن حياة إذا لم يغير الإيمان من طريقة حياتي فهو إيمان ميت